أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على دعمه الدائم لمصر وعلى نجاحه في تنظيم قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بشكل فعال جاء ذلك خلال مشاركة رئيس السيسي بالجلسة الختمية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد حيث أكد أنه في عام 2015 كانت هناك قوة دفع قوة دفع في باريس لمؤتمر المناخ اسمحوا لي هنا أن أنا السيدات والسادة أن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لفخمت الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر وأيضا على صدقته ودعمه لمصر وده أمر مش غريب على فرنسا الحقيقة بشكرك فخمت الرئيس وكان لابد أن أنا أشكرك على ده شكرا جزيلا في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها فيه على أن ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ وده كان أمر جاي جدا وأنا كل اللي حسأله يا طرى لو إحنا كنا نفذنا 100 مليار دولار لمدة السبع سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الأمر بالمناسبة أنتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها لأن ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي شكرا